قدرت الاحتياطات الجيولوجية بالنسبة للجزء الغربي فقط لمكمن غارج بلاد والقابل لاستغلال بـ 1.6 مليار طن من خام الحديد وعند تجسيد هذا المشروع ستبلغ المصانع المتواجدة حاليا أو التي هي في طور الإنجاز طاقات إنتاجية من الصلب تقادر 12 مليون تن سنويا والذي يقابله توفير ما يعادل 20 مليون تن سنويا من مادة الحديد الخام وفي هذا الصدد فإن شركة فرال من مجمع مناجم الجزائر تقوم حاليا باستكمال عملية التفاوض مع مجمع من شركات تكنولوجية صينية من أجل إمضاء عن عقد شراكة قبل نهاية شهر مارس الحالي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر